موضوع الافارقة في تونس صارت على حدودنا مع الشقيقة ليبيا وين الهلال الاحمر اللي بيجمع افارقة على السيطر او على المعبر بالضبط وين الاسلاك الشائكة وياخذ في فيديوهات مسيئة لتونس وكأن تونس بلد عنصري وتعرفوا خيالنا في ليبيا لتونس احتضنتكم ايام الشدة وانتم اخواتنا وبدتوا في ديارنا وقعدتوا معنا وعمرنا ما تدخلنا في خلافكم الشرقي والغرب بالعكس ديما انهدوا يمس ليبيا يمس تونس كذلك تعرض شابة افريقية الى الاغتصاب الشنيع على الطراب الليبي ثم رميها من قبل افارقة بالطراب التونسي على مرأة من احدى الفرق الامنية الليبية وكأن الامر مقصود للإساءة الى تونس كذلك حادثة نستنكرها وردوا بالكم دخول افريقي كان متواجد بجنب واحدة امنية ليبيا ودخل في منطقة الشوشة ها وقام بتاعن عاون امن تونسي وقال طف الله انه ما كانتش العملية اختيرها برشا وهناك كانت الامور توصل الى ما لا يحمد عقباه كيف نحكي على فار متاع المقسم وخيالنا في في الجبل الغربي في اه جميل في ريكدالين في الليوية تسعتاش اه اه اللي حرس الحدود الليبي الناس الكل تعرفوا ومتأكدين انه تونس ما تستهلش لحكايات هذية وتصفية حسابات سياسية ها احنا ابعاد عليها في ليبيا وفي تونس نظر لي ما عندها وينتوصل ووصف رئيس الجمهورية بالعنصري ما هيش باش تنجح راو الشعبين الشقيقين يعرفوا كل حكاية وكل رواية صارت ونرجع لك سيل عايشي العدوجرودي ويشرفني انك اسمر اللون وعايف البلاتو وعمرها ما صارت في تونس انه حكينا لا على عنصرية ولا على لون ولكن اليوم تتسابق الاحزاب السياسية والاطراف المأجورة لوصف تونس بالعنصرية وحلان ملفك من هذية لما عنده ما يزيد لكن يضر برشاة تونس في الخارج شوف ساعة موضوع حساس برش وخطير الابعد حد وانا منقولش لوبيات انا نقول اصحاب قرار في العالم اصحاب قرار في العالم ولو يحبوا ياخذوا علينا نظرة لحنا دولة تونس هي دولة عنصرية وهذا قاعد يصير وبدعم من ناس داخلي هنا من تونس بدعم الناس من داخلي او الشاب اللي تطلبه منك انت وانت تعمل من هذية على جميع الصحفيين وعلى جميع المسؤولين ارجوكم رجاء معاش تذكروا كلمة افارقة لان احنا افارقة نقطة واحدة افريقيا فيها اربعة وخمسين دولة هلي عندك قابوني فيهم لا هلي عندك مجنوب افريقيا فيهم لا هلي عندك من من كينيا هلي عندك من معها ممش موجودين ولهذا الامن متاعنا لازم يثبت مين هما من اي دولة جنسيات ارجوك وكلمة سب سهريان هذية كلمة كل يوناليست متاع مستعمر حتى بش يفرق افريقيا مبعضها يفصلها مبعضها ما فيماش افريقيا تحت الصحراء فيماش كلها افريقيا واحنا عنا توانسة مهندزين اطباء شركات عالمية تشتغل في افريقيا واحنا من تونس من مؤسسين الوحدة الافريقية وهنا نتكلم انا كرئيس البريفت سيكتر معناها الجانب الخاص المستثمرين في افريقيا في اديسا بابا فمتنين ولهذا احنا كدولة تونسية لازمنا نحترموا الدول اللي هما اخوتنا واحنا بيها مواحد وحالنا حالهم اللي هي افريقيا اربعة وخمسين دولة كنا اثنين وخمسين بعد انضافة المغرب ومبعد انضافة جنوب السودان فمتنين ولهذا يا محمد لازم نوقفوا حكاية افارقة 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 لنحن افارقة زي من يظل في روحوا بكف زي من يظل في روحوا بكف اطارات والمسؤولين بتاعنا لازم يشوفوا غصبا عنهم من اي دولة جايين من اي مصدر جايين من وراهم هذي نقطة واحدة نقطة ثانية بلغة نحن تونسية مش اصمر اصيف انا نقولها انا اتكلها بثيان الوصفان التونسة موجودين بمئات الالاف اذا هم مش بملايين بس احنا توانسة وليس عنا العنصورية ولا عنا عنصورية احنا مو زيك احنا متعايشين وقت باش تقولها اصمر محمد انا كنك بتهذب علي شوي لا اسود وصيف واتشرف بذلك ها واش عزيزة وانت كريم بين طعن القناة وخفق البنودي لا بي نفسي افتخرته بل افتخره بي فبدي كيف اخويا ولهذا اللغة هيك مضروبة منش بدوها اش معنيناش فيها احنا توانسة لكن اش كون لي قاعد يركب على انه تونس بلد عنصورية بتمش شي هذا مش موجود تونس انا قلتها لاصدقائي في امريكا قلتها لاصدقائي في السعودية قلتها لاصدقائي في العالم كله احنا ليس بعنصوريين احنا ليس بعنصورين احنا مو زيك احنا رمبوان كارفور فينا الاسود مايتسمى بالوصيف الوصيف ما يوصف لما تحط ملكة الجمال شكون اش ثانية تجيب بعدها الوصيف وبعدها خلاص انا ابدا من انطلق من النقطة هذي افهمتني من الجمال وليس من اللعيب تفهمتش نواه ولهذا احنا مناش دولة عنصورية اللون احنا نحب ونحمو حدودنا وحدودنا زمت تحت حمى بالعقلية مش بالضرب مش بالعصاء واي واحد يدخل احنا عارفين تونس مستهدفة باش نكتب على روحنا تونس مستهدفة من سيستام كبير خطير ابعد منه ما فهماش مستهدفة الدولة التونسية لعدة اسباب لكنا نتكلموا علي التطاقة البديلة مركز رسمي من مقاحة جغرافي قلب البحر الابد المتوسط ولهذا في الاستهداف هذية لقوموا فوس معناها ضعيفة في تونس وركزوا عليهم وقع اختراق يعني اختراق ولا وتوظيف وتوظيف واللي تحبوا يعدونا ان دولة عنصورية احنا ليس عنصورية اللون احنا نحب ونحمو فبتي حدودنا ولازم الواحد يرقض مثني في داره والانسان انسان لما يدخل اي انسان يدخل في دولة موش منظم موش منصق ممكن اعملك جرائب من قللي انا هذا مو مش مبوك حرام من قللي انا مش هدوله تبعين الاسلام السياسي مش موش كونه من انت داخل عندي هوكاكا واجيب لي فيهم انت بالالفات الداخل اللي فيهم ولهذا الموقف لازم يكون واقف صارم بس باخلاق عالية مش ناخده دروس لا من فرنسا ولا من امريكا ولا من ايطاليا لان احنا اهل كرم سباحني نرجع بك شوية للاشقاء في ليبيا تونس يعني وليبيا واحد لكن وقت لفم الطرف تقوم بتشويه تونس من خلال فيديوهات مسيئة ويدفعوا الافارقة للحديث على رئيس الجمهورية يدفعوا الناس اللي جاية من نيجيريا ومن الكامرون من لاجيني بيساو ويتحدثوا على عنصرية تونسية مقيتة يظل الامر دي غير مقبول من اخوانة على ليبيا شوف شوف اخوانا في ليبيا الله مش تعرف احنا احنا توانسوا احنا ليبيين وحالنا بحالهم وانا من الجنوب بتونسي اللغتي كيف ومعاداتي وتقاليتي كيف كيف انا عيام ويعرف اخوانا شيخ القبائل يعرفوا كيف احنا وقفين معهم والمسؤولين الليبيين يعرف احنا كيفاش وقفين معهم فمتي وقتاش وقفنا معهم وقفنا معهم في الف وتسعمية وحداش الف وتسعمية وحداش وقفنا معهم جونا لما تخل عليهم الطليان ورجعنا وقفنا معهم الفين وحداش بعد مئة عام بعد مئة عام اخوانا ليبيين معناه احنا اخوة متعاشرين ما نقدروش نعيشوا بعادة على بعض يكذب عليك ليقولك بس انا ما نقدرش نتهم اخوانا ليبيين او الشيخ القبائل ولا اخويا العجيال ليبريني ولا شيخ علي كل مصدقاء واخوتنا بس فما مكيدة لتونس قاعدة تتعمل من اطراف اللي خربوا البلاد عشر سنين وخربوا ليبيا وقاعدين يستمروا احنا شا عملنا في تونس باللسنين لتعمل تونس ما نقولش ليبيين اللي تعمل في ارض ليبيا بالنسبة لما يتسموا اخوانا اللي يجيين من افريقيا من بعض الدول الافريقية شا عملنا احنا شا عملنا بقى احنا فكنا احنا عملنا معناها فيهم طبه وجراحه وينوحوا في الكلاوي وينوحوا في القلوب وينوحوا في صدروا فيه هما ما عملناش ما عملناش فهمتش نوا ولهذا ما غرقناهمش في البحر احنا ما عملنا شي بس هذول الناس مرضى مرضى وعندهم دايما را وعندهم كومبليسيتين في تونس كهمتشن باش نتهم الليبين اخوتنا وحالنا حالهم وما يستقروا هما كما يستقروا نحني وما يستقروا نحني كما يستقروا هما لبيا و تونس واحد انما هذي المجموعه لقعدة هاجم هي نفسها يحبوا يحاربونا يجيبونا هالشباب هذول اللي يجين بعض الدول الإفريقية فهمتي أشي نقول أليه أول شي يا محمد إز ما قاموا هالشي اللي قاعد يصير ونحموا بلادنا وكل مواطن تونسي مسؤول على المكان اللي هو فيه حمايتها حمايتها وأي معلومة يسمحها ويعرفها مش قوات بلغ بيها احمي بلادك احمي بلادك خليك كيما المواطن السويسري خليك المواطن المواطن يحمي بلادك احمي أرضك خليك حتى كي المواطن أمريكي يحمي أرضك ونبعدوا حكاية هذه العنصرية كم من واحد سألني كم من واحد تتصل بيها كم من واحد مش ماحد مؤسسات احنا لا عناش عنصرية اللون وقولها وكررها ما عناش احنا متعايشين احنا أهل احنا شعب واحد أغلبتنا بدين واحد وحتى صديقانا واخوتنا الأخرين من الديانة الأخرى كانت ديانة اليهودية والمسيحية احنا شعب واحد احنا شعب واحد وتقولها وتعزز بلوني وأفتخر به وكاتوسي قبل اللوني واضح وحنا من خلال قناتنا وبرنامجنا نوجه تحياتنا إلى أشقائنا في ليبيا في جميل وارقدالين والجبل الغربي والنالوت وأخواتنا الناس الكل اللي يتصلوا بنا وقالوا راو ما بثة على مواقع التواصل اجتماعي من فيديوهات ما تمثلناش وتلك أطراف مارقة لا تريدوا الخير لا بليبيا ولا بتونس والقوس ونسكروه ونخليلي كنتي معتا حرية اختتام البرنامج خاصة على موضوع الناس اللي جاتنا من نيجيريا والكامرون والأجينيبيساو والأطراف اللي تحب تعتبر بلادنا معبر نحو أوروبا والله أنا بالنسبة ليانا نقول أنه فهمني لما يشير انحدار إخلاقي يتم الكلام على لون البشرة وعلى فهمني هذا لأنه السيد اللي نفترض جدلا أنه الأبيض هو عنده امتياز بالنسبة للون البشرة متاعه وأشود يعني شكون فهم قام بمجهود خاص حتى يكون أبيض ولا أشود فبالتالي يعني لا تقاس يعني الرجولة ولا لا تقاس الذكاء لا بلون البشرة وفي آخر الأمر احنا كلنا ما يربطنا ببعضنا سواء كان بالأفارقة وغير الأفارقة ومالدينة وغير دينة هو المسائل الإنسانية